اشتركوا في القناة والاشكالات المطروحة مرتبطة بنموذج اقتصادي وتنموي جديد بالنسبة لإقليم الجرادة وهذا فعلا يستجيب للتوجه جديد للمملكة الذي جاء في خطب جالد الملك الحديث على نموذج تنموي للمغرب حتى يكون هناك خلق قيمة مضافة خلق فرص ديال الشغل إزالة تفاوتات المجالية والتفاوتات الاجتماعية وخاصة بالنسبة لأقاليم اللي هي بعيدة واللي هي حدودية مثل الإقليم ديال الجرادة طبعا لا يمكن إلا أن يكون التفاعل إيجابي وأن يكون أيضا مسؤول لأنه إيجابي بمعنى أنه ننصت إلى هذه المطالب لأنها مطالب يعني ما كان احتجاج إلا أن هناك مطالب وهناك قضايا ولسيما عند الإقليم خاصة جرادة كان مرتبط بالفحم والفحم مرتبط بالمعادن والمعادن تراجعت على مستوى الإقليم فانتظار أن نكتشف معادن أخرى الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على هذه التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية يمكن التعاطي معها في حينه وأخرى تطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة